السلام عليكم كيف حالكم يا طلابان العزاء؟ كيف حالكم يا سادس؟ طبعا احنا تكلمنا في الحدصة السابق او الفيديو السابق عن الوحدة الرابعة عشر كان عنوانها كن متفائلا لكن اليوم سننتقل الى وحدة جديدة عنوانها التعليم مسؤوليتنا جميعا طبعا في هذه الوحدة بعد كل بداية مع كل بداية نعرف انه اول شيء منبلش به يا سادس شو هو؟ اكيد الاستماع طبعا يا سادس في عندنا في صفحة 65 نص استماع طبعا قبل ما اقرأ هذا النص في عندنا الاستماع استمع الى النص الذي يقرأه عليك المعلم من كتاب النصوص الاستماعي والاملاء ثم اجب عن الاسئلة الاتية سؤال الاول استخلص الفكرة الرئيسة في النص الثاني ما السبيلان اللذان يؤخذ عنهما العلم ثالثا ورد في النص عدد من مجامع الاهداب اذكر مجمعين منهما رابعا ماذا يترتب على الحاح الطالبي على معلمه في الجواب خامسا لماذا يفضل ان يؤخذ العلم عن معلم بداية العلم طبعا حتى احنا نقدر نجاوب على هاي الاسئلة يا سادس في عندنا نص استماع انا الان رح اقرأوا على ما سامعكم وانتوا اكيد رح تصغو اول شي احنا دائما نتعودنا ان يكون عندنا اصغاء جيد وجلوس سليم وبرضا نسمع جيدا حتى نجيب على هاي الاسئلة عنوان النص يا سادس ادب الطالبي مع معلمه بما ان العلم لا يؤخذ في بداية طلب العلم من الكتب بل لا بد من معلم تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل فان ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق فليكن معلمك محل اجلال منك واكرام وتقدير وتلطف فاخذ بمجامع الاداب في جلوسك معه والتحدث اليه وحسن الاداب في تصفح الكتاب امامه وترك المجادلة عنده وعدم التقدم عليه بكلام او مسير او اكثار كلام عنده او الحاح عليه في جواب لانه يورثك الغرورة ويجلب له الملل الان يا سادس بعد ما سمعنا لنص الاستماع وقرأنا على مسامعكم رح نجيب او سنجيب على الاسئيل الموجودة معنا في الكتاب من صفحة عندنا 65 من صفحة 65 طبعا عندنا السؤال الاول كان بيحكي اننا السؤال الاول استخلص الفكرة الرئيسة في النص انت لاحظت انه لما قرأت النص كان بيتحدث عن كيفية تعامل الطالب مع المعلم وكيف ممكن يكون المعلم انه مثال او قدوة للطالب معناته انا بستنتج انه الفكرة الرئيسة يا سادس اولا بان ايش من اداب الطالب مع معلمه ثانيا بيحكي لك السؤال ما السبيلان الذين يأخذان عنهما العلمي بيحكي لك انه السبيلان الذين يأخذان عنهما العلمي هما الكتب والمعلم الكتب والمعلم ثالثا ورد في النص عددا او عدد من مجامع الادابي اذكر مجمعين منهما اذا كانت المجامع التي ذكرت في النص حسن السؤال والاستماع له ورابعا ماذا يترتب على الحاح الطالب على معلمه في الجواب اذا يورث طالب العلم الغرور ويجلب للمعلم الملال واخيرا لماذا يفضل ان يؤخذ العلم عن معلم بداية العلمي لانه هو العثار والزلل والاتقان مفتيح الطلب والامن السلام عليكم بعد ما انتهينا من نص الاستماع وقرأنا على مسامعكم وجبنا على اسئلته الان سننتقل الى قراءة او الى نص القراءة وصية الاباء للمعلمين طبعا يا سادس في عندنا نص قراءة هذا النص يتكلم كيف يمكن ان هناك توجد وصايا يوصوها الاباء للمعلمين نحن نعلم يا سادس بان المعلم هو قدوة وايضا قيل هناك امثال قيلات بان المعلم كاد ان يكون ماذا رسول فهو ايضا يحمل رسالة ويريد ان يوصل هذه الرسالة الى اجيال وهذه الاجيال من جيل سينتقل العلم وايضا ينفتح المجتمع على ابواب ويزدهر ويتطور ماذا هذا المجتمع طبعا يا سادس الان انا رح اقرأ هذا النص على مسامعكم طبعا انت رح يكون معاك الكتاب واتبع معاي لان رح اقرأ لك من البداية وحتى النهاية وصية الاباء للمعلمين على الوالد ان يحط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة وذلك بان يؤدبه ويعلمه مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ويحفظه من قرناء السوء وليعلم الوالد ان ولده امانة بين يديه فليؤدي واجب الامانة وليقم بحق الرعاية وعند ارادة التعليم عليه ان يسلم الولد لمرب صالح ومعلم ناصح يحفظ عليه اخلاقه ويحسن ادابه ولا ينبغي تسليم الولد الى من لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين وقد اوصى بعض الاباء من يقوم على تعليم اولادهم بوصايا منها وصية عمر بن عتبة لمؤدب ولده قوله ليكن اول اصلاحك بنية اصلاحك نفسك فان عيوبهم معقودة بعيبك الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث اشوقه ومن الشعر اعمقه ولا تخرجهم من علم الى غيره حتى يحكموه فان ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الدائي ووصية عبد الملك بن مروان بن مروان لمؤدب ولده قوله علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم اهل السوي فانهم اسوأ الناس واقلهم ادبا وهم لهم مفسدة وعلمهم الشعر ينجد وينجد واذا احتجت ان تتناولهم بادب فليكن ذلك في سر لا يعلم به احد من الغاشية فيهون عليهم بعد ما انتهينا من قراءة هذا النص انا الان رح ابين معاني مفردات جديدة وبعض كمان من الافكار رح استخلصها من هذا النص طبعا يا سادس في بداية اول فقرة فيعدنا على الوالد ان يحوط ولده الى نهايته الى ماذا الى ان يميزه او من لا يميز الحق من الباطل والغث او الغثة من السمين طبعا يا سادس انه في هذه الفقرة الاولى اول شيء قبل ما يصل الطالب الى المعلم او الى مرحلة التعليم فعندنا الوالدين لهم يعني مكان خاص في تعليم الابناء فهؤلاء يجب عليهم سواء كان الاب او الام يجب عليهم ان يقوموا بتربية ابنائهم وذلك على قولي في هذا النص بان يحوط ولده الوالد طبعا هنا يتحدث عن الوالد ان يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة يعني انه قبل ان ما توصل هؤلاء الابناء الى المعلمين يجب ان تكون تربيةك تربية ماذا صالحة وحسنة وذلك من خلال انه يؤدب يعلم مكارم الاخلاق مع حسن العادات ويحفظه من قراناء السود ماذا نعني بقراناء السوء اذا هم اصحاب السوء وليعلم الوالد وليعلم الوالد ان ولده امانة بين يديه يعني عندما الله سبحانه وتعالى النعم على هذا الوالد الولد يجب يعلم ان رب العالمين قد انعمه عليه حتى يحافظ عليه ويعلمه مكارم الاخلاق ويعلمه دينه بشكل سليم وصحيح ثم بعد ذلك قيل فليؤدي واجب الامانة وليقوم بحق الرعاية يعني انت لازم بهذا الدور ايها الوالد ان تقوم بواجب الامانة وايضا ان ترعى ابنائك رعاية سليمة وصحيحة بواجب الامانة وايضا ان ترعى ابنائك رعاية سليمة وصحيحة ثم بعد ذلك وعند ارادة التعليم عليه ان يسلم الولد لمرب صالح يعني بعدما ينتهي من تربية البناء في فترة التعليم لمرحلة التعليم يجب على الوالد ان يعطي او يربي ابنه لمرب مرب هنا المقصود به هو المعلم وصفة هذا المعلم أن يكون ماذا صالحا ومعلم أيضا ناصح يحفظ عليه أخلاقه طبعا هي مرحلة التعليم ليس فقط للتعليم وإنه ما تسمى تربية وثم ماذا تعليم أول إجشاء أن توجيهات تربوية وثم تأتي من بعدها تعليمية فيحسن آدابه ولا ينبغي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل حتى أنه يجب أن يكون صفة هذا المعلم أن يميز الحق من الباطل والغث من السمين الغث هنا بمقصود أي أنه الضعيف الهزيل هذا هو ما نعني بالغث هذا نعني بماذا الغث فهنا الحق والباطل كلمتان فيهما طباق أي ضد الغث والسمين أيضا كلمتان مطابقة مش نحكي لك مطابقة يوجد فيهما طباق يوجد فيه إيش ضد الكلمتان واضح بعد ما انتهينا من الفقرة الأولى يا سادس الآن أنا راح أنتقل على الفقرة الثانية إحنا حكينا أن الفقرة الأولى كيف ممكن الوالد أنه يحوط بأولاده ممكن أنه كيف أنه يربي أولاده الآن أنا في هناك وصاية للآباء وصاية الآباء للمعلمين وصاية الآباء للمعلمين من هذه الوصاية وصية عمرو بن عدبتين ومؤدب ولده ما المقصدون بمؤدب؟ هنا المقصود بمعلم ولده طبعا حكا أنه ليكون أصلاحك بني أصلاحك نفسك يعني أنه دائما المعلم يجب أن يكون الإصلاح من ذاته من نفسه ليش؟ لأنه عيوبهم معقودة بعيبك يعني أنه أي عيب أنت بتظهر يا أيها المعلم هذا الشيء بيظهر على عيوب الطلاب والحسن عندهم ما صنعته والقبيح عندهم ما استقبحته أي شيء بيصدر منك حسن فهو أنه رح يستحسنوه وأي شيء بيصدر عندك قبيح برضو إيش رح يستقبحوه علمهم كتاب الله عز وجل إحنا بنعرف أفضل كتب التي نزلت على هذه الأرض هي القرآن فالقرآن هو كتاب الله عز وجل فهو التربية الصالحة فأيضا الدليل على أنه عندما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن خلقك هو خلق القرآن هذا الدليل على أنه هو ذو تربية صالحة ولا تملهم منه فيتركوه طبعا إحنا كمان برضو بنا نحث على الدين بس لكن مش نحث بأمر ولا نحث بأنه شيء مضغوط لا أنه نحببه تحببه فقط ولا تتركهم منه فيهجروه أيضا هنا ما زال يتحدث عن كتاب الله عز وجل عن القرآن فيجب علينا أن نحببهم بكتاب الله أن لا نتركوه وأن لا يملوه ثم قال ثم روهم من الحديث أشوقه هنا المقصود بالأحاديث النبوي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث طبعا دائما تحث على التربية الصالحة ومن الشعر أعمقه طبعا إحنا بنعرف أن الشعر هو أسلوب أدبي لغوي يؤدب الآخرين بيجعل الإنسان يتفكر يتأمل بالمعاني بيتأمل بكل شيء أنه قيلة في تلك الأشعر حتى أنه بكون فيها صور فنية أنه يمكن الإنسان أن يموج في مخيلته ولا تخرجه من علم إلى غيره حتى ماذا؟ حتى يحكموه فماذا؟ حتى يحكموه فإنه يجب على أيضا يعني واجب على المعلم واجب على المعلم أن يعلم طلابه أو أن يبين هذا العلم حتى أنهم يستطيعون التحكم به أي أنهم يستطيعون الاستفادة منه فإن ازدحام الكلام في السماعي مضلة للفهم طبعا إحنا بنعرف أنه شو المقصود بهذا الشيء؟ أنه الازدحام هنا المقصود بالتدافع يعني برضو أنه أنا لما أجي أعلم مثلا مجموعة من الطلبة أنه ما يكونش طلب عددهم كبير ويكون فيه عندنا إزعاج عظيم أنهم مش رح يستفيد نهائيا في توصيل المعلومة وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء إذن هنا شبه المعلم بالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع هذا المرض ثم ننتقل إلى وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده طبعا هذه أيضا وصية قد نقلها الملك بن مروان لمعلم ولده فماذا قال؟ قال علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن طبعا الصدق هي صفة من صفات الإنسان الذي يجب أن يتحل به وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا يتصف بالصادق الأمين يعني هو الرسول برضو هو قدوتنا فيجب أن نتقيد بما كان يقوم به محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال وجنبهم أهل السوء شو يعني جنبهم؟ يعني أبعد عنهم أهل السوء طبعا إحنا بنعرف رفقاء السوء فإنهم أسوأ الناس طبعا رفقاء السوء مثل ما بيحكوا أن الصاحب ساحب وأقل لهم أدباء طبعا هؤلاء من صفات صفات رفقاء السوء ثم قال وهم لهم مفسدة طبعا شيء رح يكونوا بقرة فساد رح يكونوا بقرة فتنة وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا طبعا إحنا حكينا أن الشعر من أفضل شيء اللي لازم يتعلم بها الإنسان حكينا ليش؟ وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم به أحد من الغاشية الغاشية المقصود بها من الناس فيهونوا عليهم يعني برضه إذا أنت بدك تأدب آخر أيها المعلب فأدبه ليس أمام الناس وإنما أن تؤدبه في سر لا يعلم به أحد حتى لا أحد يهينه فيهونوا عليهم الآن يا سادس آخر شيء أنا رح أتوصل إليه أو يعني أبين لكم أنه أنا بالعادة بعرب الدرس بعض من الكلمات برعب عراب تام أنت لاحظت أنه بالدروس السابقة ما أعرفتش أي شيء كونه يعني لذيق الوقت لكن أنا الآن بدي أستغل الفرصة وأعرف لك بعض من الكلمات من هذا الدرس في عندنا لو يعني اتبعوا معاي مع شيء إحنا بنعرف دائما من أول سطر رح نعرف في عندنا على الوالد أن يحوطة في عندك الفعل يحوطة جاءت كموقع إعرابي فعل مضارع منصوب بالفتح الظاهرة على آخره ولده جاءت هنا مفعول به منصوب ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه في عندنا دقيقة دقيقة هنا تأتي إعرابيا جاءت نعت مجرور وتوجيه صحيح وتربية تربية هنا جاءت اسم معطوف مجرور حسنة طبعا نعت مجرور وذلك بأن يؤدبه يؤدبه هنا يؤدب هنا جاءت مفعول مضارع منصوب بالفتحة ولها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به نصب مفعول به خلينا بالله بس نبين ومحاسن العادات العادات هنا جاءت إعرابيا مضاف إليه مجرور بالكسرة ويحفظه من قروناء السوء هنا برضو السوء جاءت مضاف إليه مجرور الوالد الوالد هنا جاءت مبتدأ مرفوع بالضمة أن ولده طلع وليعلمه آه عفوا عفوا أنا فكرت أنه سطر جديد لا وليعلمه الوالد الوالد هنا جاءت فاعل ليست مبتدأ وإنما ماذا فاعل أن ولده ماذا هنا جاءت ولده لاحظ أنه قبل ولده جاء حرف ناسخ معانته ولده شو ترد تكون يا سادس شو رح تكون أكيد رح تكون اسم أنه منصوب ولها مضاف إليه أمانة جاءت ماذا طلع جاءت مرفوعة معانة شو رح تكون خبر أنه مرفوع بين يديه فليؤدي هنا فعل أمر محذوف بحرف العلة وعوض عنه بالحركة المناسبة وهي الكسرة ليقوم فعل برضو أمر مبني على السكون الظاهرة على آخره برضو في عندنا خلنا نمو رب صالح صالح جاءت نعت مجرور وعلى مجره تنوين كسر برضو يحسن أدابه أدابه هنا جاءت مفعول به منصوب والهاء عفوا هنا عفوا هنا طبعا أنا هنصرت واضح أدابه هنا مفعول به منصوب والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه الحق جاءت هنا يا سادس مفعول به منصوب مفعول به منصوب والغثة هنا جاءت اسم معطوف منصوب أوصى بعض الآباء من يقوم على تعليم أولادهم بوصايا طيب خلنا ننتقل على الفقرة اللي وراها يا سادس ليكن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون طبعا هو فعل مضارع ناقص فعل مضارع ناقص أنا حكيت لك قبل هالمرة يا سادس إنه ممكن كان فعل ماضي يكون فعل مضارع ناقص مجزوم واضح؟ غلينا ننتقل على السطر اللي وراه فإنه عيوبهم عيوبهم ماذا جاءت طلع سبقها حرف إنه حرف ناسخ معناته عيوبهم وشوف تتيجي اسم إنه منصوب معقودة رح تكون إيش؟ رح تكون يلا يشاطر خبر إنه مرفوع شطرين يا سادس برافو عليكم طيب رويهم فعل أمر فعل أمر رويهم ولا تخرجهم من علم خلينا ننتقل لآخر شيء يا سادس هسا في عندنا فإنه ازدحامة لاحظ برضو كمان إنه حرف ناسخ ازدحامة إيش؟ اسم إنه منصوب هذا الشيء أخذنا يا سادس وكن لهم وكن لهم كالطبيبي الذي يعجلوا بالدواء حتى يعلم حتى حرف نصب يعلم فعل مضارع منصوب موضعة أين الفاعل؟ ضمير مستر تقديره هو موضعة جاءت ماذا؟ مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة وهو مضاف والدائي مضاف إليه طيب إننا آخر فقرة يا سادس علمهم الصدقة الصدقة هنا جاءت ماذا؟ مفعول به مفعول به طيب هم شو جاءت؟ علمهم هم طبعا يا سادس هم هنا جاءت مفعول به أول وصدقة مفعول به ثاني علم فعل أمر مبني على السكونة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستر تقديره هو أنت أنت علمهم واضح؟ هاي من أفعال الرجوح حكيناها وجنبهم أيضا أهل السوء جنبهم أهل السوء نفس إعراب علمهم الصدق جنب فعل أمر هم مفعول به أول أهل مفعول به ثاني السوء مضاف إله فإنهم أسوأ الناس لاحظ هنا سادس طبعا أنا معتقد جبت لك يا قبل هالمار مضاف ودائي مضاف إله طيب أننا آخر فقرة يا سادس علمهم الصدقة الصدقة هنا جاءت ماذا؟ مفعول به مفعول به طيب هم شو جاءت؟ علمهم هم طبعا يا سادس هم هنا جاءت مفعول به أول وصدقة مفعول به ثاني علم فعل أمر مبني على السكونة الظاهرة على آخرة والفاعل ضمير مستر تقديره أنت أنت علمهم واضح؟ هاي من أفعال الرجوح حكيناها وجنبهم أيضا أهل السوء جنبهم أهل السوء نفس إعراب علمهم الصدق جنب فعل أمر هم مفعول به أول أهل مفعول به ثاني السوء مضاف إلى فإنهم أسوأ الناسي لاحظ هنا سادس طبعا أنا معتقد جبت لك يا قبل هالمرة إن حرف ناسخ هم ضمير متصل مبني في محل في محل إيش؟ نصب اسم إنه أسوأ خبر إنه مرفوع وهو مضاف والناسي مضاف إليه على ما أعتقد أنه لهون بيكفي يا سادس لحد الإعراب أنا أعرفت لك بعض من الكلمات وهيك إحنا منكون قد أتمينا هذا الدرس أو هذا النص القراءة طبعا أنا رح أبعث لك الآن يا سادس صور لإجابات المعجب والدلالة وأيضا صور مرفقة لأسئلة الفهم والاستيعاب وآخر شيء رح يتبقى معنا يا سادس في عندنا قاعدة تسمى المجرد والمزيد من الأسماء والأفعال إن شاء الله سأعطيك إياها في الأسبوع القادم لهذه القاعدة ورح يتطبعا هي مكملة أم شو أتحكي لك مكملة هي مربوطة بقاعدة عندنا اللي أخذناها آخر شيء المعتل والصحيح فهذا الشيء إن شاء الله رح أعطيك إياها في الأسبوع القادم ورجعني يا سادس أي سؤال أو أي استفسار تبعث ليا على الخاص ورجعا إنك تكتب الإجابات زي ما إحنا كنا متفقين إن المعجب والدلالة على الكتاب والفهم والاستيعابين على الدفتر وبتبقى عندك الاستماع بتكتب الإجابات برضو على الكتاب ويا ريت تبعث للإجابات على الخاص حتى أتأكد من إجاباتك سليمة وبتمنى للكل يا رب إنه الأيام المقبلة تمر معنا على خير وكل عام وإنتوا بألف خير ورمضان